أتحول إلى الخبير الأمني من بغداد سرمد البياتي مرحبا بك سيد سرمد الرئيس الأمريكي يقول ردنا الذي بدأ اليوم سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها أيضا قال بتوجيه مني ضربت القوات الأمريكية أهدافا داخل منشآت في العراق وسوريا وربما تابعت ما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية كيف تقرأ كل ما جرى يعني هذا الأمر كان متوقع حقيقة وكنا يمكن وأنتم معنا كنا نراقب وننتظر يوميا نبقى حتى الفجر وأنا لا أعرف يعني يعني أنا اعتبرت عسكريا غرور عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية خاصة عندما منذ أسبوع هي تهلل وتقول سوف نوجه الضربات طبعا يعني ماذا يتوقعون هل يتوقعون أنه مثلا الفصائل أو غيرهم رح يبقونوا بأماكنهم لا من ضمن التعبية العسكرية إحنا لدينا موضوع مهم وموضوع الغش والاختفاء يعني من ضمن بنود التعبية العسكرية اللي درسناها كيف نختفي وكيف نمارس عمليات غش المواضع أو تمويه المواضع وهذا يعني مو موضوع لا يعتبر الانهزام بالمناسبة فاليوم من قبل أسبوع هم يقولون سنوجه ضربات من الطبيعي جدا وتوقعتها أن يشتغلون ضربات أولا أماكن بعيدة ربما جر في الصخر بالنسبة أتكلم عن العراق جر في الصخر وقلت غرب الأنبار وغرب الأنبار واضح رح يضربون هذه المواقع لكن هل من المعقول أنه مثلا يبقى المقاتلين الموجونين هناك يقوموا في أماكنهم أه لا اعتياد ما رح يقنوا في أماكنهم رح يغادرون إلى أماكن بديلة وهذا الموضوع طبيعي جدا يعني نعم نعم يعني عندما نتحدث أو ربما ما جاء في البيان للولايات المتحدة وتحديدا للقيادة الأمريكية أو القيادة الوسطى الأمريكية عن ضربات شنت من الولايات المتحدة هل لهذا أيضا دلالات أمنية دلالات عسكرية ضيوفي تحدثوا بأن هذا نوع من أنواع الإعلان عن شن حرب جديدة على العراق لا مو شن حرب جديدة على العراق لا لا احنا هم أهدافهم محددة السيد العزيز أهدافهم محددة وواضحة جدا وقالوا سنقوم بضرب الفصائل اللي سببت في ضرب برج 22 تعرف اليوم هما استقبلوا جثامين هذول الجنود ولديهم جرحى كثيرين أكو ضغط كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية من الجمهورين على الديمقراطين وبالذات على بايدين يعني هم وصل إلى مرحلة السخية والاستعزاء بهم فالآن أصبح يعني لزاما علي أن يوجه هذه الضربات لكن مدى ستكون نجاعة هذه الضربات إذا نتكلم عسكريا يعني أنا قلت لك ربما قد يكون داخل بغداد يعني صح أنا كنت يعني قبل شوي لاخترت البيت كنت أيضا في قنوات كان صوت مسيرات موجودة من الصباح كانت هذه المسيرات شغالة والآن أيضا كان صوت مسيرات وحتى يعني تناهل يسمعي صوت مروحيات لكن هذه ربما تدقق أهداف معينة لا ربما حماية السفارة الأمريكية بها احتمالات كثيرة احتمالات كثيرة هذا الموضوع لكن إذا تكلمنا عن ضربات داخل بغداد ما أعتقد الأهداف داخل بغداد إلا إذا كانت شخصيات معينة وأنا أقول لك أنه شخصيات معينة أكيد اتخذت إجراءات الحماية اللي خاصة بيهم قالوا سنستهدف مواقع ونستهدف شخصيات ليس من السهولة أن يعني أنا اليوم كقائد أو قائد فصيل أو شخص تطلبها أمريكا ليس من المعقول أن أكون هدف سهد لهم اعتيالي مو هدف سهد لكن يعني الآن يمكن الضربات حتى الصباح ربما تتبين مقدار قوة الضربات مقدار الخسائر هل سقط يعني كثير من الضحايا هل هناك إصابات المدني لأن أنا يعني أيضا وصلت بأن هناك إصابات المدينة على الحدود يعني في سوريا وربما في العراق تعرف الحدود متداخلة متداخلة خاصة يعني بالغتر حاضر ربما متداخلة كثيرا في هذا الموضوع يقولون عن ضربة عكاشات أعتقد لكن لحد الآن لم تصدر بيانات المشكلة ماكو بيانات من عدمه ليش الإسلامية في العراق تحدثت عن استهداف موقع للحشد الشعبي وقالت ربما أيضا تحدثت عن أنا في عكاشات ربما على وجه التحديد هكذا تحدثت أو تحدث بيان للمقاومة الإسلامية في العراق أنا أنا قلت لك في عكاشات يعني قلت لك في عكاشات استهدف موقع لكن أنا أنا يعني حقيقة أنا أبحث عن بيانات الدولة الرسمية وهذه البيانات سوف لن تصدر بالوقت الحاضر أنا متأكد أنها لن تصدر لماذا لأن قد يكون المسؤول عن إصدارها ليس لديه معلومات عن ماذا يجي أو ربما حتى المواقع مع الفصائل سوف لن تعطي التفاصيل الدقيقة إلى أن تتبين لهم مقدار دقة الضربات هذه الإشكالية اللي راح نقع بها يعني أنا قلت لك هناك تضارب الأنباب هناك تضارب في المعلومة اللي نقدر ننتظر أنه بيانات القيادة المركزية الوسطى هذه ممكن أن ننتظرها أما البقية فأنا أقول لك يعني أساساً قد يكون اتصالات مقطوعة يعني أنا أعرف الفصائل أعرف السمهم بالعمل ربما حتى ما راح يستخدمون الهواتف أو أجزة اللاسكة لكي لا تكشف مواقعهم هذه نقطة مهمة أرجو انتباه عليها لذلك كيف نتعبر موقف نتعبر موقف عن طرق طريقة وسائل الاتصال طرق وسائل الاتصال فلذلك إذا كانت هذه وسائل تصال من قطعة ما تستطيع أن تعبر موقف صحيح عن ما يحصل الآن سأسألك عن الأثار الأمنية لما جرى وتحديداً على الحكومة العراقية سيد سرمد عندما نقول بأن الرئيس الأميركي بايدن يتحدث ويقول ردنا بدأ اليوم وسيستمر في الزمان والمكان اللذين وحددوهما وفي المقابل يقول أيضاً الولايات المتحدة لا تسعى لصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم برأيك هل هناك تناقض في التصريحين يعني شوف هم قالوها صراحة بأنهم سوف لن يستهلفوا مواقع داخل إيران اليوم أيضاً في تصريح سيانان يقول لن نستهلف مواقع في إيران فإذن ضحية كبرى ربما سيكون العراق وبعده سيكون سوريا يعني نحن تعودنا أن نكون ساحة الصراعات للأسف وطبعاً بالمناسبة تعلمون جيداً بأنه الوضع متوتق في العاصمة وكثير من المناطق والعالم تسألنا يمكن التليفونات لم لا تسكت ناس كبار بالسن ناس صغار ناس يسألون هل ستعصل ضربات هل سنعود إلى 2003 إلى طبعاً يعني هذه مشكلة كبيرة يعني البلد يحاول أن يهض من جديد لكن تأتي مثل هاي المشكلة وخاصة أنه إحنا بدينا مفاوضات تولي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال لجنة هم سي اللجنة لجنة الراقية الأمريكية المشتركة لكن يبدو أنه بعد هاي الضربات يعني أعتقد بأنه يعني قصر به أشكالات أعتقد المقر المقصوف في عكاشات خلينا نتأكد يمكن مقرقيات لعمليات من الأنبار أعتقد أعتقد وهناك أنباء تتحدث عن هذا الأمر بأن حتى هذه اللحظة لم يتم التأكد من هذا الأمر عن قصف مقر قيادة عمليات الحجد في محافظة الأنبار لكن سألتك أو كنت سأسألك حول الآثار الأمنية لضرب كهذه ربما ستكون هذه الأولى هذا من جانب في الجانب الآخر البيانة الذي صدر من القيادة المركزية الأمريكية هل يعتبر بأن هذا اليوم انتهى سنبدأ معكم من جديد في يوم آخر خليني أجاوبك أنا أتوقع أولا قد يقوم حزب الله بتعليق القرار الذي اتخذه بتعليق ضرباته يعني يعيد ضربات في طلب النجباء منهم وأعتقد سوف يعيدون ضربات والمشكلة الأخطر يعني آثار الأمنية طبعاً آثار أمنية كبيرة بعد إحنا الفصائل والولايات المتحدة الأمريكية أعتقد ذلك يعني حتى لو وصلوا إلى اتفاق هدنوية في غزة وقف اطلاق النار لكن هنا أعتقد سوف يعني سوف تستمر العملية سوف تستمر للإستهدافات نعم أنباء هناك الحجد الشعبي في الأنبار ربما يتحدث عن كما ورد في وسائل إعلام عربية عن مقتل وإصابة أكثر من عشر منتسبين من الحجد جراء الغارات الأمريكية وهنا ربما النقطة التي تفضلت بذكرها حتى في حال حصلت هدنة ربما في قطاع غزة في الوقت الذي قالت فيه الولايات المتحدة بأنها لا تريد لهذا النزاع التي بذكرها لما يجري في غزة أن يتوسع ألا تعتقد بأنها وضعت أو زراعت البذرة الأولى الآن في المنطقة يعني السادة العزيزي شلوم ما رح يتوسع يعني احنا احنا أهل أهل البلد ونعرف وخاصة احنا مثلا تعايشنا ونعرف فصال المقاومة كيف يفكرون وكيف يشتغلون يعني أنت تقنعني إذا فصال المقاومة دمرت مقراتها ويعني أنطوا ضحايا كثر في هذا الموضوع تتوقع أنه رح يسكتون خلاص يتوقفون مستحيل هذا الكلام مستحيل يعني هي أعتقد أمريكا بدأت الحرب لكن ما أعتقد هي اللي رح تستطيع أنهاء بمزاجها يعني هذا الموضوع وخليه بالحسبان وبعدين نحن نتكلم كله تحليل بالمناسبة لكن أنا وانخلال رؤيتي أرى بأنه هي بدأت الآن لكن سوف لن تنهي هذا الموضوع على مثل ما بدأت به يعني اعتياد فصال المقاومة الآن يتلقون الضربة الآن أنت نعرف نحن بالقتال أو شيء تمتص زخم العدو تمتص زخم الضربة ثم بعد ذلك بعد أن تهدأ يفكرون بالرد والرد إذا أعطى خسائر بالأمريكين أيضا الأمريكان سيعيدون الضربات تمام هذا يقودنا إلى تساؤل سيد سرمد هناك من تحدث قبل قليل بأنه ربما أو من الوارد أن تقوم الولايات المتحدة بوضع الحشد الشعبي بكامله على لوائح الإرهاب كما فعلت مثلا مع الحرس الجمهوري في إيران هل تعتقد أن الأمور ربما قد تصل إلى هذه المرحلة؟ المشكلة هذه الموضوع إذا وصل هذه المرحلة رح تتوسع رح تتوسع يعني الحرب رح يتوسع رح تشترك فصائل أخرى إحنا ما ننسى يعني فصائل كثيرة الآن لم تشترك في هذا الموضوع يعني مثلا عصابة الحاق حتى التيار الصدري بالمناسبة ومن ضمن الحج الشعبي لديهم ألوية وكذلك البدر وكتاب لإمام علي كتاب سيد الشهداء لا تنسى ذولا كلهم عندهم يعني بالحشد والحشد مو بس يعني من الطيف الشيع إلى المشكلة أيضا هناك سنة كثرة موجودين بغرب الأنبار وديالة وغيرها حشود وحشد مسيحي وحشد طرقماني فلذلك مؤسسة كبيرة يعني إذا وضعتها كلها ضمن اللائحة الإرهاب يعني هذه مشكلة يعني لا ما أعتقد توصل إلى هذه المرحلة يعني ستضع قد تكون مسميات معينة ضمن هذه اللائحة وأما ما يتأثرون بهذا الموضوع في كل أحوال لأنهم مواردهم داخلية من العراق وإذا أرادوا شيء موجودين يعني يستطيعون من خلال عراق يعززوا مواردهم نعم هناك أيضا من الأنباء العجلة التي تردنا مصدر يتحدث عن هجوم صاروخي استهدف قاعدة أمريكية بحق لكونيكو للغاز شمال دير الزور هناك بيان لللواء قوات خاصة يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يقول البيان تتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية يعني تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة إن هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه ونتائجه ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة ربما تحدثت سيد سرمت بأنه لن يصدر بيان ها هو البيان صدر عن الناطق بسم القائد العام لقوات المسلحة لازم لازم أنا أكدت على هذا الموضوع يجب أن يصدر بيان عن قيادة عاما وقوات مسلحة المواطن الشعب العراقي ينتظر هذا البيان يجب أن يصدر ويجب أن يكون استنكار لأنني حسب معلمة حوالي 85 هدف ضاربين هما يعني ما أدري أعداد كبيرة يعني 125 قذيفة هم يسموها قذيفة يعني قد يكون صاروخ أو قنبر رامين يعني حتى نصير موضع انتقاد إذا ما صدرنا مثل هذا البيان لازم نصدر بيان أكيد أدك ضحايا أكيد عندك يعني هذا 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 عمل الحكومة لكن أن تدخل حرب لا يعني ما أعتقد ذلك نعم لكن يبدو أن الأمور يعني ربما إذا شهدنا تزايدا لهذه الضربات من قبل الولايات المتحدة ربما ستتغير كل الظروف لكن ربما يعني العاجل أو ما تحدثنا به قبل قليل بأن الولايات المتحدة أكدت أنها لن تضرب أهدافا داخل إيران وهنا ربما أيضا يكمن التساؤل بأن الضربات المتبادلة أو الحرب إن صح التعبير ستبقى داخل سوريا وداخل العراق بعيدا عن إيران هذا الموضوع متوقع وكل عراقي راح يعرفه هذا يعني هذا شيء لأسف يعني يعني والله ما عرف كيف أعلق عليه يعني نحن المشكلة يعني قد نعرض العراق للبيع إلى كل دولتين تريد أن تتحارب أو تتقاتل بينهما فموجود الأرض العراقية ممكن أن يفقاتلون عليها وحتى الأرض السورية أصبحت للأجار لأنه وإحنا مو أطراب في هذا الموضوع يا أخي والله عجيب يعني إحنا لدينا ندفع ثمن هسه شعبك كل قاعد هسه العراقين كلهم قاعدين أمام شاشات تلفزيون تعرف لو لا نزين تقوى اعتقد كلهم قاعدين ولدينا زيارة يعني زيارة دينية وتعال يعني شوفوا هاي التليفونات ما تسكت مالتنا وين ثقوى اعتقد رجعنا لمثل هاي الأجواء إحنا شنو ذنبنا في هذا الموضوع يعني هم على خلاف شوفوا أمريكا قبل ثلاث يام شون نأت بنفسه فورا ممثل ممثل إيران في الأمم المتحدة قال نحن لا علاقة في ضرب برج 22 وليس لدينا خبراء في العراق وسوريا شوفوا السياسة بقوا السياسة كيف سحبوا نفسهم ويتجنبون ضربة الآن أمريكا إذا ضربتهم سيغلبون الدنيا سيقولون نحن ليس لنا علاقة ووجهة لدينا لنا ضربة في أمريكا أعتقد أصلا تخاف من إيران اليوم كان هناك تهديد للرئيس الإيراني في حال بالحرف كما قال إذا استأسدت أي دولة علينا فسيكون الرد أيضا مناسب لكن دعني أسألك سيد سرمد العجيب أن القيادة المركزية أصدرت بيان ثم خرج الرئيس بايدن وتحدث والآن وزير الدفاع الأمريكي أيضا يتحدث عن ما جرى ويقول بأنه بناء على توجيهات الرئيس بايدن شنت قواتنا ضربات على سبع منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة هل مثل هكذا تصريحات متتالية من قبل كل المسؤولين في الولايات المتحدة تريد أن تضع أو تريد أن تظهر للفصائل المسلحة مدى جدية الولايات المتحدة فيما تقوم فيه لا تريد هذا شو أعلاني لهم يفيدهم في الولايات المتحدة الأمريكية لأن يعرفون المواقع وتصفوها فقط بنايات قد يجوز بيها موجودين حرس واحد اثنين أو هذا وحتى ما يجلسون بالبناية أنا قل لك أنا عرفهم عرف يعني كيف يتم هذا الوضع وعرف من أسبوع ونالك استحبارات كثيرة يعني قلت لك يعني هم يسوون شو علامي أمام الجمهوريين باللغة الدارجة براس العراق نزين فإذلك هم يعلمون جيدا خلي هذه القصف هذا لدي شوفه ثق واعتقد كله بنايات فارغة بس هذي على مد هسه رح يصورو لك ناك بأمريكا شوف وإحنا ضربنا وإحنا قصفنا وإن شخصفت أنت انت صال لك سبوع تهوس يعني هي هاي الاشكالية اللي يعني يعني يبحثون عن الشو الإعلامي أكثر شي وهي تعلمنا عليهم هذا شي نعم ضرباتهم دقيقة أنا يعني أخبرك بذلك ضرباتهم دقيقة ورح تدمر هاي البنايات لكن هاي البنايات عاد بناء شون المشكلة يعني هاي البنايات عاد بناء لا يعني أعتقد يعني منجرد بلبلة داخل الشارع العراق يعني في تفاصيل البيانة الذي أصدره الناطق باسم القائد للقوات المسلحة هل نعم هل تعتقد يعني بأن هناك ما بعد هذا البيان في حال استمرار الضربات أو في حال استهداف آخر لا هم دكراهم هم يعني الأمريكان ما يستحون ولا يخجلون لا مني ولا منك ولا من أي واحد يقول لك هذا تستمر أيام أنا أتحدث عن العراق أنا عن عن الرد العراقي عندما تحدث وقال إلى ما لا يحمد عقبا يعني ما ما الذي من الممكن أن يتوصل له العراق في حال استمرار هكذا هجمات يعني ما يتوصل الشيء يعني بتتريبني أجاوبك جواب بس الحقيقة يعني هي واضحة أمريكا أمريكا مو بس فقط عسكريا لدينا ارتباط معها لا ننسى أنه اقتصاديا لدينا ارتباط معها يوم أمس تغير السفينة السفيرة على موضوع الرز وغير الرز وهذه كلها بجهة واجهة الدولار بجهة أخرى لا خلينا هذا حدنا أفضل أفضل هذا حدنا أفضل أنا يعني أقول لك ذلك يعني عن خبرة وعن الطلاب خلي هذا حدنا على بيان الاستنكار خلص أكثر من هذا ما ريد نصعد في هذا الموضوع ما تستطيع أنت أخي لا تستطيع تقاتلهم ولا عندك الأسلحة تقاتل بيها هم أصلا سلحتك هم نعطيك إياها هم نعطيك السلحتك يعني شا تريد تقاتل تقالد لأفضل 16 مالتهم الفول نزين بالإفضل 16 مالتك يعني مو هذا الكلام فنبقى على بيان الاستنكار وهس هذا هم مشكلة هم نحن طول عمرنا مضحين العراقيين خل نصير على درب الشهادة لكن إذا سوالك كت على من البنك الفيدرالي وين تروح وين تروح أنت فلوس العالم كلها تبيع لها نفط وتذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية نعم إذا ما هو التصرف الذي لابد أن تقوم به الحكومة أو من الأفضل أن تذهب إليه الحكومة في ظل كل هذه المعطيات يحاولون يحاولون يأثرون على يعني على الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل إيقاف التصف ويأثرون على الفصائل في سبيل إيقاف الاستهداف ماكو غير هذا السبيل ماكو غير الحوار خليه بطالة يعني وبشدة مو أطلب خلاص أقول الفصائل يا أخوان خلاص بعد ما تنطلق أطلاقا منكم وكذلك الولايات المتحدة أقول كل تلتزم في هذا الموضوع ما عندك غير حل ما عندك غير حل فلذلك يجب على الفصائل أن تلتزم ربما يعني مثل هكذا تفاصيل في حال وجود إيران في نصفها بالتأكيد لن يتغير أشكرا صعبة 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 صحيح صحيح الخبير الأمني السيد سرمد البياتي من بغداد شكرا جزيلا لك